غريبة الرواية غير نمطية تأخذك إلى عوالم مختلفة مش بس فكرة أن البطل عنده نوع من الفصام إنما المدى الزمن اللي فيه من الأربعينات للألفنات يعني حالة من لقطات الضوء المتلاحقة الغير نمطية أنا أعلم أن هذه الرواية ستكون متعبة للقارب وهي في الأصل كانت مرهقة مرهقة وهي كانت متعبة لماذا مرهقة لأني ابتعت قليلا عن دعينا نقول الجانب الوردي الجميل الذي يريده القارئ العربي فيقرأ رواية فرايحي رواية بمبي تنسي هذه الألام والأوجع لا أنا في هذه الرواية مسكت إيد القارئ أنت تعالى أنا أكد عليك أيوة هنا هنا يعني أنا في أحدى التعليقات على المواقع الشهيرة التي فيها مراجعات للكتب في قارئة يعني كتبت بالبونط العريض ربنا ينكد عليك أنا يعني أنا هذا الرأي على العكس أعجبني وأفرحني يعني بما أن هذا القارئ يعلم أن هذه الرواية في بدايتها سوداوية لكنه يكمل ويمضي في طريق القراءة أنا قلت للقارئ هذا هو الواقع وأنا حينما أتحدث عن هذا الواقع حتى يبدأ بنفسه ويعدل من يعني من صلاحية هذا الواقع الأدب واحد من متع الأدب هو التنوع هو الاختلاف هو أنك بتاخدونا في عوالم ومشاعر مختلفة صحيح مش بالضرورة كلها تبقى بلازنت أو لطيفة بالنسبة لنا هي عوالم مختلفة أكيد قرأت تصريحا لك كنت بتقول من أكثر النقاط المضيئة في حياتي الأدبية هي مقرؤيتي في مصر كان أصدق إيه وأي مقرؤية وأي مستوى من القراءة اللي بتتكلم عليك هذا سؤال مهم مهم جدا نحن نتحدث عن مصر بهذا العدد السكاني الكبير ربنا يبارك ويزيد يعني طبعا مش عارف أرد يعني يعني أكيد ربنا يبارك ويزيد بس مش عايزين زيادة سكان فأنا مش عارف يعني وضعتيني في موقف حريق لا أنا أتحدث ربنا يبارك ويزيد بالوعي حلوة الوعي دي مخرج اللهم أزيدوا أبارك في الوعي طيب تماما أنا حينما أتحدث عن المقرؤية في مصر أنا أتحدث عن شريحة قدرة من القراءة في مصر إذا نظرنا إلى الإحصائية العامة والشاملة إلى مجموع القراءة في العالم العربي مصر تتصدر هذه الإحصائية ليس فقط من زاوية عدد هؤلاء القراءة أيضا من زاوية مستوى القراءة في مصر مستوى القراءة لدى القارئ المصري مستوى متقدم ومتطور هو لا يقرأ بشكل سطحي هو يقرأ بشكل عميق وهو قادر أيضا على مناقشة الكاتب فبالتالي ونحن نعرف المركزية الثقافية الجميلة في مصر من يستطيع أن يدخل هذه الباحة الثقافية الجميلة في مصر عليه أن يكون قويا لأنه أمام قارئ نوعي ليس أمام قارئ سطحي هناك طبعا أطياف القراءة تتعدد هناك من يقرأ يعني للمتعة وهناك من يقرأ بشكل من أول ميكي لحدد ستويفسكي يعني كل واحد حر في اختياراته تماما وهذا يعني لا ننكره على الناس ولكن في مصر الحالة مختلفة هناك قارئ نوعي ومهم من هذا المنطلق أنا أعتز بمقرؤيتي في مصر وأساعة تزبه أكثر إمتى بدأت العلاقة دي أستاذ جلالي بدأت العلاقة تقريبا من 2012 يعني أفهم من سنين طويلة بتعمل أشعار دووين وقصص وروايات لما إمتى بدأت في علاقة ثقافية بينك وبين القاهرة العلاقة الثقافية للأمانة بدأت بسبب سوشال ميديا ثورة الاتصالات فبالتالي صار متاحا لي أن أتواصل بالكاتب المصري وبالقارئ المصري فبالتالي هذا القارئ الذي فتحت أمامه أبواب السوشال ميديا وهذه يعني ما بعد ثورة الاتصالات أصبح لديه شغف التعرف على الآخر ماذا يكتب الآخر ماذا يفكر الآخر هذا يعني هذه النافذة الإلكترونية الجميلة خلقت العديد من يعني من العلاقات مع الكتاب ومع القراء ومع وسائل الإعلام وفيما بعد مشت الأمور يعني بشكل تلقائي إلى أن صدرت مجموعة من يعني رواياتي في مصر بطبعات مصرية جميلة والحمد لله نقح يعني وجدت نجاحا باهرا اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه